بيت الهنى بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً مرحباً بكم مشاهدين الكرام حبابكم عاشرة في بيتكم بيت الهنى وإن شاء الله دائماً تامين والعملين الماء عنده كبير بيشتري كبير وطبعاً المقولة دي إحنا دائماً بنعملها علشان نقدر نستفيد من كبارنا بشكل ملحوظ في حياتنا العملية وحياتنا الحياتية لكن في حاجات هنا إحنا لازم نتدخل ولازم ننصحهم خاصة إذا كان لها علاقة بصحتهم ومسألة الصيام وحدة من الأشياء اللي إحنا حابين نتكلم عنها خاصة لكبار السن فيهم اللي بيقول لك لا ربعاً ممكن أبداً أفطر أنا لازم أصوم وأصوم مع الناس مضيعين الأجر علي لي لكن عندهم بعض الأمراض اللي ممكن تكون صعب جداً الصيام معها وفيهم العكس اللي ممكن الصيام يكون سبحان الله ليهم دافع كبير للشفاء وبيكون مهدئ لبعض الأمراض حلقتنا الليلة هتتكلم عن كبارنا ونشوف كيف ممكن إحنا نخدمهم بخبراتنا البسيطة علشان نقدر نضمن صحتهم وعافيتهم أكيد هنكون معنا واحد من الإختصاصيين وهيشرفنا بعد شوية دكتور سعد حمد سعد استنوه معنا الفضل نحييكم مشاهدي الكرام وصل لصالوم بيت الهنى دكتور سعد حمد سعد وهو إختصاصي بنشكرك على حضورك وبنرحب بك أكيد كل سنة طيب مرحب بك كل سنة طيب دكتور يعني لما يتكلم عن أمراض كبار السن هل بنفصلها يعني بنقول إنه أمراض كبار السن كذا وكذا وكذا طيب في جملة من الأمراض ممكن تصيب الطفل له صغير ممكن تصيبه كبير لكن في أمراض معينة مش ما بتلقاها لكن نادرة الحدوث في أعمار صغيرة عند الشباب وعند الطفولة عادة يعني مثل أمراض الروماتيزم الحاد ممكن تصيب الشخص من عمر الخمسينات وإنت زايد أكتر من كده ودي ممكن تيجي عند صغير لكن أكتر عرضة عند الناس الكبار في السنة الحقيقة الثانية مشاكل حقا الشرايين عادة برضو ممكن تكون عند الكبار مشاكل الدماغ اللي هو مشاكل الزهايمر وامراض الدماغ ممكن تكون عند الكبار أكتر مشاكل البروستات والالتهابات البولية ممكن تكون عند الكبار كده في مشاكل كثيرة عند الناس الكبار لكن تعودن على الحياة لفترات طويلة بخلوين أنه يصبروا في دي أمراض كبيرة أنت قبل شوية أول ما بدت كلامك وقلت أنه في أمراض ممكن تكون عند الأطفال ولما يكبروا بيها يعني ممكن تستمر معهم ممكن هل ممكن أن الأمراض التي ذكرتها قبل شوية دية تكون موجودة عند الأطفال؟ ممكن ممكن يعني يعني تصلوا بشرايين مثلا أو بروستات أو حديثة ممكن ممكن تكون عند ممكن نقول الأطفال يعني لأنه دي نادر جدا لكن ممكن نقول عند البالغين والشباب البالغين ممكن تحدث تبدأ عند الطفولة المتأخرة بين أسباب بسيطة طبعا أسباب بسيطة؟ هي طبعا الأسباب كثيرة جدا بالنسبة للأمراض حقيقة الروماتيزم مثلا كويس ما في سبب معين بتقدر تقول إنه والله يا أخي الشخص ده مصابر بالروماتيزم هو عادة بيحصل جفاف للسوائل في المفاصل بمرور الزمن اللي هو التقدم بتاع السن كويس فيها نسبة ضعيفة من الوراسة بيتخلي إنه الشخص يعني يكون عنده صعوبة في التحرك خصوصا عند الناس التقيلين في الوزن يعني في 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 فترات حقا التلاتينات والأربعينات والخمسينات ممكن تبديهم في هون كبار في السن صعوبة في التحرك المشاكل الثاني حقا الشرايين والأورد اللي هو زيادة زيادة الكوليسترول والترايجلسرايتس والدهون في الدم بفترات طويلة بيخلي إنه الشخص يكون معرض للإصابة بالأمراض دكتور في ناس بتتكلم عن صيام الكبار يعني إحنا دايما كبارنا بنحب دايما نعززهم ونكون أكيد خايفين على صحتهم بشكل كبير في نصيحة بتجينا بإنه والله لو صاموا ممكن يستفيدوا أكتر وممكن يكونوا مرتاحين ما عرف هل ممكن تكون بشروط معينة أو أفضل إنهم ما يفطر أو ما يصوموا في رمضان طيب في سؤال بيطرح نفسه أول حاجة 200 حدد إنه شخص كبير في السن يعني ما في عمر معين بحدد إنه والله يا أخي الشخص كبير في السن يعني حتى لو 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 ممكن تلقى شخص عمره 80 سنة في صحة بدنية سليمة بالضبط كده ممكن تقول شخص عمره 60 سنة في صحة بدنية ضعيفة خالص عشان كده الكبار السن أنت ممكن تقول من عمر 60 أنت طالع بعد ذلك الغدرة البدنية والغدرة الزهنية أهم حاجة لأنه لازم شخص كبير يكون قادر على الصوم لازم يكون عنده تحكم عقلي سليم يعني لازم يكون متحكم في عقله ويكون عارف الحوالين وعارف أي حاجة في ناحية مهمة جدا جدا الناس يعني ما منتبهين لها إنه الشخص الكبير في السن عند القدرة حقا التحمل حقا الصوم أكتر من الشباب والأطفال والله العظيم كويس؟ لكن المشاكل اللي بترتب على الصوم بتكون عنده أكبر يعني هو الشخص الكبير في السن ممكن يتحمل الصيام ممكن يتحمل إنه يكون ما يأكل ما يشرب ولغاية نهاية اليوم يتحملوا أكتر من الشاب صغير أو أكتر من الطفل لكن التأثير بتاع الصوم عليه بيكون أسرع وأقوى أيوة أيوة ده بس الفريق لكن هما ما شاء الله يعني هما إحنا كبارنا بصحة وعافية إن شاء الله دائما تكون موجودة إن شاء الله كبار السن هل ممكن أو بيقدروا إنهم يصوموا؟ ده السؤال إحنا طرحناه للناس تعالوا نشوف الإجابات سوا تفضل المرض المخفيف خاتيم السكري كده ممكن يصوموا لكن اللي عندهم سكر ذيل ما ممكن ما مصرح له أن يصوموا عندهم رخصة يعني كده الدكاترة بقولوا والعلماء عندهم الرخصة بالنسبة للسكري والحاجات الثانية لهم الأمراض في كبار السن ممكن يتحمله وفي كبار ما يتحمله لكن الواحد يجرب في بداية الشهر لو قدر يتحمل يكمل رمضان لو ما قدر يفطر لوقصة يعني لا ما بيستطيع تحمل الصيام لأن الصيام ده طبعا يعني عايز صبره كده في بالتالي يعني طبعا ده ما تقوله عامل السن له عمري يعني وما إذا كان احتمال يكون عندهم عدة أمرات وكده ما بيستاعدهم على أن يصوموا يستطيع يعني الصيام ده أصلا يقين من مولو عز وجل يعني لو أنت صمت بيقين تام ربا نوفقك وإن شاء الله حتستحمل يعني نشكر كل اللي كان معنا في الاستطلاعات بنقول لهم رمضان كريم عليكم وربنا يخلى لكم إن شاء الله الكبار دكتور بالنسبة لأي واحد كبير إذا كان حبوبتنا ولا جدنا كانوا مصررين على عملية الصيام هل ممكن نعمل لهم عملية تحضيرية قبل رمضان يعني قبل ما نخش في رمضان في حاجات يعني معينة نعمل لهم على شاء مرقوم حالتهم تسوء طيب الصوم عنده تأثير لحظة عنده تأثير بمرور الزمن يعني لازم الشخص الكبير الكبير حسب نظرتك لو أنه هل بيقدر يصوم ولا لا لازم تعرضه على الطبيب والطبيب يعني ما بيقدر أنه بنظرة يشوف مثلا الحالة الجسمانية حقته أو كده هل بيقدر يصوم ولا لا لازم محتاج فحوصات محتاج فحص لوظيف الكيلة لازم متأكد أنه الكيلة ما عنده أي تأثير بمرور الزمن لازم تعمله فحص بتاع الجيلوكوز في الدم هو صايم وهو فاطر لازم متأكد أنه معدلاته في الطبيعي على سنه ما يحصل له انخفاض حاد في الدم اللي هو ده المخازن حقت الجيلوكوز في الجسم بيبقى ما قادرين أنه يستخلصوا الطاقة حقته من الجسم داخليا شكيمك حصلوا ينخفاض في السكر حاد ده بترتب على الصيام ده بالنسبة للناس اللي عندهم ممكن تكون بعض المشاكل الصحية ما شاء الله فيه كبار ما عندهم سكري ما عندهم ضغط ممكن نجري نفس الإجراء ده عليهم؟ حتى الشخص الكبير في السن كبير خالص في السن يعني ممكن تجري للفحص من عمر كم يعني؟ لكن الكبير في السن ده ما بيتمد على الحالة الجسمانية حقته مثلا يعني حتى ما في شخص يقدر يقول لك الله يا أخي أمر الثمانين ده مثلا ما يصوم كويس وأمر الستين مثلا يصوم لكن بيتمد على الحالة الجسمانية وتعرضوا للأمراض في الفترات السابقة هل هذه هل ممكن يصوم؟ لكن بصورة عامة محتاج أنه تعمله تشيك قبل الدخول في رمضان نستمن عليه كويس نستمن عليه وحتى ممكن في البيت يعني من أول يوم يحددوا أنه يشوفوا أنه هل يقدر يصوم ولا لا باللسبة لي يعني الصيام هل بأثر على مرضى السكري تحديدا؟ الصيام تأثيره على مرضى السكري السكري الثانوي اللي هو بيجي للشخص بان يفوت في مرحلة البلوغ أو بمعنى واضح ما عنده مشكلة بعد إنسلين اللي هو الإفراز بتاع الإنسلين بين البنكرياس كويس لأنه هم نوعين يعني أيو لأنه هم نوعين المستقبلات حقية الخلايا عنده يكون فيها مشكلة أو تحسسوا للإنسلين الداخلي يكون فيها مشكلة فبالتالي الصوم ممكن يأثر في حالة إنه يكون معدلات الجلوكوزة عالية اللي هو تأثير مباشر بالنسبة لل بيزيد التركيز الداخلي للدم في الأوعية الدموية بيأثر في الأوعية الدموية في الشبكية أو في الدماغ أو في الكلة فبالتالي إنه محتاج إنه قبل الدخول في رمضان لازم يتأكد إنه فحصه بتاع السكر إنه طبيعي الحاجة الثانية في فحص اسمه الجلوكوسايلية الهيموغلوبين اللي هو ده بيعملك تشك للمعدل الجلوكوز في الثلاثة شهور الماضية هل فيه تحكم ولا لا ده بيوريك إنك والله يا خيطة عندك الغابلية إنك تصوم ولا ما عندك الغابلية هل عندك قدرة إنك تتحمل ولا لا دي حاية مهمة جدا جميل وبالنسبة للحالات اللي يعني طبيا بتذكروا بإنه أفضل للصائم خاصة إذا كان عنده سكري إنه يفطر والله تحديد إنه الشخص اللي عنده سكري إنه يفطر زي ما قلت لك إنه ما صعب إنك تقول الحتة دي لأنه فيه أنواع من مرض السكري الصوم مفيد بالنسبة لها مفيد كم مفيد اللي هو خصوصا عند الأشخاص البدينين البدينين وعندهم أفضل بالنسبة بيحرقوا سكر يعني أيوة بيحتاج إنه يعني يمكن يصومه بيكون بالنسبة لهم علاج حتى أكتر من الحبوب ممتاز ممتاز طيب بالنسبة للناس اللي عندهم ضغط الصيام كيف معهم الناس عندهم ضغط الصيام أفضل حي بالنسبة لهم ديفنيتلي حتى ما فيه تردد في الحتة دي لأنه لما أنت تكون عندك ضغط بتكون معرض لمشاكل حقا تشرايين وأوري ده بنسبة عالي أعلى من الشخص الطبيعي مشاكل حقا تقلب بنسبة عالي فبالتالي الصيام اللي هو اللي بحافظ لك على المعدل الكوليسترول والتراجيس رايد في الدم بحافظ لك على المعدل الضغط بدون دخول بتاع صوديوم كتير بدون زيادة في الضغط كتير دب حافظ لك على المعدل الطبيعي للبيئة الداخلية للجسم شكرا مهم جدا بالنسبة للزول الصيام الزول عنده ضغط أنه يصوم نحن نتكلم عن ارتفاع وانخفاض الضغط بالنسبة للأثنين ما فيه مشكلة بالنسبة للانخفاض ممكن يخش فيه مشاكل يعني الكلام ده خاص بالعندهم ارتفاع في الضغط الدم الناس اللي عندهم انخفاض حاد في ضغط الدم لازم يتعامل لهم قياسات ضغط الدم خلال اليوم يعني لانه في نهاية اليوم ممكن المريض اتعرض لانخفاض حاد في الضغط طيب بكل احنا نركز على النقطة دي نركز ايضا على الوقاية بالنسبة لكبار السن للصيام اذا اصروا على الصيام طبعا ربنا يتقبل ان شاء الله مننا ومنهم فاصل ونواصل خليكم معنا رحبكم مشاهدين مرة تانية بنتواصل معاكم في هذا الشهر الفضيل واحنا بنتكلم عن كبار السن الصيام هل هو مفيد بالنسبة لهم ام غير مفيد رحبك دكتور سعد مرة تانية مرحبك في بعض الكبار اللي بيقول لك انا بعد ما فطرت خلاص انا دي كده وجبتي ما بتسحر علشان انا خايف انه ممكن الصباح تاني يوم تجيني بعض المشاكل في المعدة الراي ده كيف والكلام ده كيف هل هو صح ولا غلط وكيف نتصرف معهم طيب بمرور الزمن اللي هو في تغدمتها الامر بيحصل شوية ريلاكساشن اللي هو استرخاء استرخاء بنسبة للصمام بتاع المريء فبالتالي الشخص الكبير في السن عرضة لانه يحصل له حراجان او ترجيع كويس بتلقي انه بحاول يبتعد عن الاكل وكده بيأكل قدرة مستعشة كده كلام قلت رجي بيه لانه عنده قدرة تحمل بتاع الصوم لكن الشخص لو نظر على انه والله يا اخي انت صاح انت صومت وقدر تصوم لكن مفروض ترأف بينفسك انك تعاين لروحك انه والله التأثير بتاع الصوم ده حيكون حاد عليك قدر شنا يعني الناس ينظروا للمرض والصوم عندنا ناس كبار بالمنظور ده الشكل لازم يعاوض عنده فترة حق مساء فترة كافية جدا جدا انه يعاوض فيها سوايل وانه يقدر يأكل يعني يأكل وجبات صغيرة في فترات متقاربة 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 يعني مياه كمية كبيرة واستنى تاني مثلا لغاية العشاء والسحور ايوه يأكل حيات بسيطة بسيطة ممكن يجيب ليه في الصحن حيات بسيطة بسيطة مع الكباة حق العصير كباة بتاعت لبن حيات بسيطة بالتدريج يأخذ راحة شوية ويدوه حاجة ايوه بطريقة ديه بطنه او معدته هتكون كويسة والحرقان هيجيه هتكون عنده قدرة حقه تحضن أسهل يعني أكتر ايوه من نسبة للشخص كبير السين وبيقدر يأكل سحور او يعني يتسحر بعدها يفضل يفضل يعني يعني رهاه صلى الله عليه وسلم ما قاله انه في السحور بركة يعني يعني القصد بيه انه الفكرة الإيمانية يعني الناس يمتصلوا لغالو الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت بتديك غدرة بتاعت يعني طاقة أسرع لانه في الفترة دي بيه فيه الهرموم بتاع الكورتزول بيكون في عالم معدلاته والكورتزول ده يعني أصلا هرموم معروف بانه بيحاول يطلع الجلوكوز من الخلايا للدم على سينه عشان كينا عادة تلقى الواحد في الصباح بيكون نشيط في كمية حقا نشاط وكده ونهاية اليوم بيكون في خمول وإرهاغ لانه الكورتزول بيبدأ يقل عشان كينا لازم السحور زول يستغله انه ياخد كمية الجلوكوز على سينه يقدر يسفيد منها خلال اليوم الجلوكوز زي متمثل في شوف الغيزاء بتاعنا النشويات بصورة عامة النشويات بصورة عامة بتوفر الطاقة بالنسبة للشخص وفي نفسه النشويات من أسرع الأكل في الهضم يعني بيجي النشويات في المغامر الأول بتهضم بسهولة بعدها البوريتينات في النهاية الفاتس اللي هو الدهون بتهضم بصعوبة كده النشويات يعتمد في الصحور على النشويات حيات أكلها ساهل هضمها ساهل مفيدة بالنسبة لها بالنسبة لنا يعني في الصحور عادة الرقاق باللبن أكتر حاجة هل ممكن الكبار يخدوا حاجة أو يستخدموا حاجة أو يشربوا بعض الأشياء اللي هي ممكن تساعدهم في نفس الوقت ما تعمل لهم أي مشاكل صحية اللبن بصورة عامة أفضل بالنسبة لناس الكبار يعني كان رقاق بلبن ولا قطعة بتاع كيكة ولا حاي بسيطة مع اللبن في الصحور أفضل مشتقات اللبن برضو ممكن بعيشة صغيرة حتى الزبادي وغيره كويس لكن يعني في أسر متعودة إنه السحور دي يكون بالنسبة لهم وجبة كويس حتى ممكن يخطوا فيه الصينية صح كويس وده تبقى صعبة بالنسبة لهم يعني دي المعرضين للتخمة والحوامض والشكك بتاع الصيام اللي هو الناس بيكون حرقان حتى ممكن يطلع لي بره هل رجعته ولا اللي بيخش في مشاكل كتير عشان كده الناس الكبار في الصين لخبراتهم المنتدة عبر السنين بيحاول يبعدوا من الحياة دي نتلقى في الصحور يصحاش ربلا موية وينوم على كده عشان ما يخش في المشاكل دي لو أكل نشويات خفيفة مع حليب وكده ما بيقى روحوا إنه عنده مشاكل جميل ودي نصيحة بتأكيد ليهم بذات للأبناء اللي بيصروا القعاط في الصينية وأكل من ده وأكل من ده لكن عموما إحنا هنشوف برضو راية الناس إنهم شايفين الغذاء المناسب لكبار السن هو واشنو تعالوا نشوف الإجابات سوا الأغذية المليئة بما بيعنصر الكالسيوم وبايتمين ألف طعام على الكالسيوم بايتمين ألف للنظر الأغذية المفيدة يعني مثل الخضرات والعصائر الطبيعية والفواكح العصائر الطبيعية والخضروات واللحوم يعني دي أفضل يعني من ناحية قزائية أفضل للناس كبار السن يكون عندهم تحت رعاية خاصة يعني ما يكون نفس الوجبات يعني وجبات خفيفة لكن القيمة القزائية بتاعتها عالية جدا المرض طبعا عندهم السكر ذي البيض وشياء وحاجات زي ذي من منعوا من الحاجات الثانية اللي بيتضرهم بدأسير معاون بيتعاود لون المرض ترفعوا لون وكده الأغذية الطبيعية حتى المعلبات أنا ما بفضلها الحاجات الجاهزة صناعين ما بفضلها الحياة الطبيعية من خوضر وفاكة هنا نشكر كل اللي كانوا في الاستطلاع وعموما ربنا يديهم الصحة والعافية كبارنا ويخليهم لنا دكتور سعد من الحاجات اللي احنا حابين نتكلم عنها إنه الغذاء بيختلف طبعا وبيتنوع فيها الحاجات اللي علاقة بي يعني العادات السودانية فيها اللي هي مثلا زي الأبري وزي العصيدة والبراسة والكلام الزيدة حتى ممكن لو فضل منه بيقوم يسحروا به في الآخر يعني في المشروبات المشروبات العادية المشروبات العصاير بشكل عام المشروبات الغازية بيقد تدخل الشاي والقهوة الحاجات المفيدة شنو منها للكبار والحاجات المضرة منها شنو المفروض يبعدوا منها؟ طيب بنسبة للكبار يعني المفيد بنسبة لهم الحليب والنشويات حتى في الفطور؟ حتى في الفطور يعني في الفطور الأكل بختلف طوحا يعني ممكن لوصيهم يأكلوا شنو بالزبط؟ يعني في الفطور ممكن يأكلوا يعني حياة خفيفة زي قراسة أو عصيدة بطبيق ما يكون فيه بوهارات كتيرة وشربة ونشا كويس بعدك صلطة زبادي ممكن إن شاء الله يكونوا سامعيننا يعني إن شاء الله إحنا قدمناهم المعلومات دي بطريقة مبسطة ووريناهم إنه صحتهم بتهمنا بالتأكيد بشكر الكثير دكتور سعاد وبشكر كل نصائحة قدمتها وإن شاء الله كلهم يستفيدوا من الحاجات اللي انت قدمتها على الله حال لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك كل سنو تطبيق شكرا لك إن شاء الله هنتواصل معكم مشاهدينا بس بعد الفاصل أهلا بكم مرتان يا مشاهدينا بنتواصل معاكم في بيت الهنى والمرة دية هنتكلم عن الرياضة عندنا تمرين هنعمل مع بعض مع كابتن يوسف تعالوا نشوف مجهز لنا شنو تفضل اليوم هنشتغل ثلاثة تمرين مرونة تعريف المرونة هي إطالة بالنسبة للعضلات والمفاصل وحنبدأ بالتمرين الأول مدى اليد أمام السد بنسياب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سب ثمانية تسعة عشر تغيير الحركة على الرأس الشت للعالة مع العدد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة أمانية تسعة عشر ثم النزول لجيحة الشمال بنسياب مع الضغط والميل واحد الرجوع للعالة ثم الضغط يمين اثنين ريوع للعالة ضغط الشمال ثلاثة ريوع للعالة ضغط يمين أربعة ريوع للعالة ضغط الشمال خمسة ريوع للعالة ضغط يمين ستة ستة ريوع للعالة ضغط شمال سبعة ريوع للعالة ضغط يمين تسعة ريوع وانشاء الله يكونوا قاعدوا سمعوا ان الصيام لازم يكون عنده ضوابط ولازم يسمعوا كلامنا شوية علشان ان شاء الله دايما يكونوا سالمين ان شاء الله كل سلام انتم طيبين ويديكم الصحة والعافية ونشوفكم بكرا ان شاء الله على خير وما تنسوا التواصل معنا على هنا اتشرك ودعناكم بيت الهنى